تجربة زراعة شرائح في الدماغ تمكنك من تحكم بالكمبيوتر بأفكارك وحدها وعشرة أمور غريبة يجدها الزوار الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة التفاصيل تابعوني كل دولة فريدة من نوعها ولها خصوصياتها الثقافية والولايات المتحدة الأمريكية ليست استثناء ومع الملايين الذين يزورون البلاد كل عام لا بد أن تكون هناك بعض المفاجآت الكبيرة والصغيرة للزوار من البلدان الأخرى وفيما يلي عشرة أجياء يجدها الأجانب غريبة جدا عن الأمريكيين بعد زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية سياسة الإرجاع بعد أن صدمهم مدى تساهل المتاجر مع السلع المرتجعة تفاجأ العديد من الزوار الأمريكيين بأن العملاء لا يحتاجون إلى سبب لإعادة المنتج العلم لا يزال غير الأمريكيين يحاولون فهم سبب وجود العلم الأمريكي في كل مكان في المدارس والمنازل والشركات في حين أن الدول الأخرى لا تعرض أعلامها بهذا الانتشار النظافة يمكن لمسؤولي إنقاذ القانون أن يفرضوا غرامة على شخص ما بسبب رمي القمامة وهذا الأمر تسبب في صدمة لكثير من الزوار الرعاية الصحية باهزة السمن يمكن أن تكون الرحلة غير المتوقعة التي تتضمن رحلة إلى غرفة الطوارئ مثلا بمسابة صدمة كبيرة لشخص غير أمريكي فبعد أن اعتادوا على أنظمة الرعاية الصحية الوطنية قد يتفاجأ المسافرون بتكلفة الرعاية الطبية الباهزة الكثير من المعلومات الأمريكيون ودودون لكنهم في بعض الأحيان يبالغون في المشاركة فالمحادثات مع المواطنين الأمريكيين تترك بعض السائحين مندهشين الطعام أحجام وكمية الوجبات السريعة المتوفرة تجعل بعض المسافرين في حيرة من أمرهم فالأطباق الأمريكية أكبر من تلك الموجودة في البلدان الأخرى وتحتوي على المزيد من البطاطس المقلية أيضا أما عن الأسعار يمكن أن تشمل تناول الطعام في أحد المطاعم ضريبة وإكرامية وكذلك الأمر بالنسبة للتسوق أو قص الشعر ونادرا ما تعكس الأسعار الأمريكية الثار الفعلي المدفوع وهو أمر مربك للعديد من السياح الصوت العالي يضحك الأمريكيون ويتحدثون بصوت أعلى من الدول الأخرى سيارات الأجرة باهزة السمن يتم استخدام وسائل النقل العام وحتى المشي بشكل أكثر انتشارا ركاب بمقارنة بسيارات الأجرة أما في دول أخرى تعدى سيارات الأجرة خيارا رخيصا وتستخدم بانتظام للوصول من وإلى المكاتب المسافة تشاسعة قد تكون محاولة رؤية مدينة نيورك وسان فرسيسكو خلال أسبوع واحد بالسيارة أمرا صعبا ومعظم الزوار يصلون إلى الولايات المتحدة غير مدركين مدى حجمها أما في خبرنا الثاني بدأت شركة نيورالينك التي أسسها رجل الأعمال أيلون ماسك أول تجربة سريرية بشرية لزرع شرائح في الدماغ وفقا لإعلان صادر عن الشركة تمت هذه الخطوة بعد الحصول على موافقة من مجلس مراجعات المستقل تأتي هذه التجربة كجزء من مشروع يعرف ببريمي والذي يهدف إلى دراسة وتقييم سلامة ووظيفة شرائح زرع الدماغ سيتم زرع هذه الشرائح جراحيا في أجزاء من الدماغ التي تساعد على التحكم في الحركة وستقوم الشرائح بتسجيل الإشارات الدماغية وأرسالها إلى تطبيق الحاسوب هذه التجربة ستشمل مشاركة مرضى الشلل الرباعي الذين يعانون من إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري وستستمر لمدة 6 سنوات بما في ذلك 18 شهرا من الزيارات المنزلية والعيادات تليها زيارات متابعة على مدار 5 سنوات يهدف هذا المشروع إلى توفير فرصة للأشخاص المشاركين في التجربة للتحكم في الكمبيوتر ولوحات المفاتيح باستخدام أفكارهم وحدها تمثل هذه الخطوة تطورا هاما في مجال تقنيات ربط الدماغ بالحواسيب وتأتي بعد جهود استكشافية طويلة قام بها إيلون ماسك وشركته نيورالينك لتحقيق هذا الهدف شكرا لمتابعتكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة باي باي